امي قالتلي المندي بس تطبخية بتحاولي متل اهل اليمن الطلعية طبعا ما رح تطلع معيك متلهم بس حطي كل مجهودك فيه فوري عالجاج اول شي وبعدين نص الاب تسلقيه بتحطي له بصلة وقرفة وقرنفل ولومي وكمون اهم الشي ودهنة الجاج بتجهزي معلقة لبن وزيت وكتشب ورشة ملون حطي تدهني الجاج فيها وعمه له بالفرن حمري وبتنطيع الحارك والرز ربع ساعة بتنقعي ونصبة الرز بتزبطية بتحطي فنجان زيت وفوق بصلة نعمة بتنزل والبصلة بتكشكشية وبالبهارات بتزبطية الفولومي وقرنفل ومعلقة الكمون نزلية اخر شي بتحطي الرز ومرقة سلق الجاج فوقه بتصفية والملونات بالمي والزيت عجنة بحطية وبس استوى الرز بتطبقي كل شي واخر الشي الفحمة بالزيت بتطفية وفورا بتسكري علي وربع ساعة تاخد نكهبت تركية وبس تسكبية مع الميتك فرجين علي ونزلي الرز اللم فلفل وزينية وفردي عالصفرة السلطة والدقوس وعزيمي كلمين بحط لايك ولي بيكتب كومنت حلو الطنجرة كلا لعندك بتبعتيا